تنظيم المغرب للمندياريتو للمرة الثالثة هذا يعني شيء واحد يعني أن اتحاد دولي لكرة القدم يتيق كثيرا في إمكانات المغرب حين يستقبل وحين يحتضن مثل هذه التدورات الكبيرة ليست هذه المرة الأولى التي يبين فيها المغرب عن كفاءاتي وعن إمكاناتي على مستوى التنظيم سبق لهم ضم مجموعة من الدورات وأيضا مجموعة من المؤتمرات ومن الملتقيات الدولية وأمس في حفل افتتاح بمدينة طنجة شاهدنا صورة رائعة لليوم الأول ملعب جميل بل عمي مواصفات دولية وجمهور استمر في نفس الأداء وفي نفس الصور الحضارية على مستوى التشجيع وعلى مستوى الأداء إذن هذه كلها مقاومات النجاح في التدورات العالمية المغرب هذه هي المرة الثالثة التي يحتضن فيها مصابقات ونهائية المونديريتو وبمشاركة فرق مغربية سبق للرجاء البيضاء والعب مباراة النهائية الأمل هو أن تكون مشاركة حالية للويداد البيضاء وموفقة وناجحة ويبلغ المباراة النهائية ونشوفوه مع فريق ريال مدريد مسترجعوذ ذكريات ذي الكأس محمد الخامس لما كانت الفرق الكبيرة كالجي لبنات لا البلاد نوكا تلعب مباريات مع الفرق المغربية مع الجيش الملكي مع الويداد ومع أحد المجموعة تضاورات الرياضية ليس على مستوى البنية التحتية لأنه كان الملعب دي الطنجر كان المركب رياضي الأمن الملاعب بالرباطلي والآخر سيكون في أحلى في أبهى حلة لاحتضان مباريات المونديري ولكن أيضا على مستوى الإقامة الفناديق على مستوى التغذية على مستوى الناقل على مستوى الاتصالات لأنها مهم جدا بالنسبة للصحفيين توفير الإمكانات والشروط وظروف الاشتغال والنقل والتواصل وشفنا أمس نقل رائع لمباراة الأهلي مع أوكلاند سيتي على مستوى الإخراج على مستوى توفير إمكانيات هائلة 20 كاميرا لتوظفات من أجل نقل المباراة ولأول مرة الفيفا تتقو في البلد الذي يحتضنه نهائيات المونديريتو من أجل ضمان النقل لأنه عادة في دورة السابقة شركات خاصة تتعاقد مع الفيفا هي التي تتكلف بالنقل المباراة هذه المرة وهذه السابقة ولأول مرة البلد المنظم هو المغرب هو الذي تكلف والرياضية هي التي تكلفت بنقل المباراة وكان ذلك رائع لأنه صراحة لا يوجد فرق بين النقل المباراة الأمس والمباراة التي تتحدثنا في مونديل قطر هنئة لنا وهنئة لبلدنا بهذه الصورة وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر